حمار جوحة وحسان طروضة حمار جوحة كلكا عارفين وعارفين القصة الشعبية الشهيرة جدا لما حياره جوحة راكب هو وابنه على الحمار فات على ناس قال لك الله بصوا الرجل اللي قلبه قاسي قوي مش عايز يرحم الحمار هو وابنه راكبين على الحمار قال له يا ابن تصدق معهم حق فعلا رح نازل جوحة وساب ابنه ويمشى على الحمار يركب على الحمار فات على ناس قالوا الله أم ولد قال ليه الأدب صحيح الولد ما عندهش رحمة الولد راكب وأبوه هو اللي ماشي الولد قال له يا أبا الناس معاها حق نزل الولد راكب جوحة مشي شوية قالك أم أب ما عندهش رحمة بابنه هو راكب وسايب ابنه ماشي قال له تصدق رح نازل الراجل جوحة وابنه وخلو الحمر ماشي فاضي قالك بص المجنون هو وابنه ماشيين وزايبينه الحمر فاضي تفتكر عمليه جوحة في الآخر جننه جوحة أم شاير الحمر ماشي هو ناقص ان الناس يشيل الحمر بالضبط انتوا اللي هامديات في بعض البرامج الموجهة وبعض الفيديوهات اللي متسخنة جوحة وحماره جوحة وحماره والنادي الأهلي شايف الموضوع ازاي شايفوا انها مش ممكن تكون صدفة ان فجأة خلال شهرين احنا تعودنا على الهجوم والافتراءات والكلام ده لكن فجأة خلال الشهرين اللي فاتوا دول برامج اتواجدت و و و و و و يعني حلقات تجرى مع الناس ابناء الأهلي تحديدا لمناقشة علاقتهم بالنادي الأهلي وبيناءوا الناس اللي هين ما يتصوروا انه بينهم وبين الأهلي مشكلة فجأة بقوا معنيين قوي قوي باستضافة كل حد يتوهمه أو يتصوره انه بينه بين النادي الأهلي مشكلة عشان يحكي لهم ازاي تظلم في الأهلي للدرجة في ناس بيفتكروها بعد سنين بطلعدش خلص في الإعلاء دلوقتي يا أستاذ إبراهيم كل واحد يملك حاجة يقدر يعمل منه فلوس كتير جد بس هو وضميره بقى ضميره اه بتستقلع الصعب لا ما كل الناس عندها انا وانت والناس كتير احنا بنشتغل هنا لكن في ناس في الشارع ممكن تكسب فلوس برضو بس من ايه بقى اه اعبر عن كراهيتك للنادي الأهلي وجرح وإزي ها بأقصى تستطيع أن تقلم بيها النادي الأهلي ما تستطيع دي ليها تمن ام شايفها طبعا انت ام ولا مش شايفها طبعا طبعا فهناك مباراة في في التباري في كراهيت ده فيه رجل ده فيه واحد طالع بيحمل النادي الأهلي بسئولة الإساءة للوطن الإسلامي الوطن العربي والنادي الأهلي واخد بالك وعنده حاجة يقوله في هذا السياق ويطلع واحد تاني يحكي لك قصص ويسترشد بالناس مش موجودة تقدرش ترد عليه احنا لما كنا بنقول حنرد كنا بنقول حنرد على المكتوب ولاسك كاتب النهاردة الكاتب مش عارف تفصله عن المكتوب خالص لأنه ما بيبقاش يتقال في سياق حسن النواية أو العدالة أو توخي الحقيقة بقى توجه توجه ومنهج فأعجبني فكرة حمار جوحة وحسن ترواضة أخطر منها حسن ترواضة يا جماعة الفكرة الأسطورية إزاي الغريق وهم في الأساطير وهم محاصرين ترواضة الفترة طويلة جدا وعايزين يغزوها أو عاملين حسن من خشب عملاق وصف بأنه من أكبر الأحصانة يمكن في التاريخ وحاشوه بالجنود بتاعهم وقدموه هدية واخد لك لما يتسلل الحسن ويدخل وهو حسن خشب تخرج الجنود تقدرش ترفض حاجة محطوطة على بابك بالمنظر ده ما شفتاش قبل كده فالجود البشري اللي عندك يعمل لبقاه البشري في عدة طمع كده وحتة فضوم ثم تجر الحسن لجوه وانت في لحظة النشوة والصار في الفجر ينزل الجنود من حسن ترواضة عشان يستولوا على القلعة ويبيدوا ويفتحوا لجنودهم يدخلوا البلد هذا فعلا تعبير دقيق جدا الناس التي تختبئ في عباءة انها تنتمي الى النادي الاهلي او انها بتسعى الى الصراحة والحقيقة والناس بتحقق اغراضها عن طريق حسن ترواضة طيب خلينا الاول في حمار جوح هو ايه القضية المصارى والقضية المصارى لجمهور الاهلي لانه لو ان الناس فهمة ان احنا هنا في ملك وكتابة نقدر نبتزل ونقدر نهبط بالمستوى ونقدر نعل صوتنا ونقدر نزعى ونقدر نهاجم ونقدر نجرح سهلة جدا سهلة جدا جدا وعلى فكرة ده صنف من صنوف الاعلام الاسهل والاعلام البداية شوية قبل الممارسة الجادة لكن الصعب جدا انه بقى فيه انضباط يبقى فيه احترام يبقى فيه رسالة يبقى فيه مرعاة للمتلقي ونقدر تظل حتى وانت شايف اللي قدامك مش موضوع تتعمل معك موضوعي ودي قيام مهنية اساسية ما لنجعه باي حد لا يفهمها لا يدرسها لا يعيها لا يدركها مارسها كده وخلاص بدي بتاعته لكن دي ضوابط الرسالة الاعلامية الجادة اي حد تاني يقول حاجة يشتغل اي حاجة فمن هنا مش هيحصل ابدا ان احنا نهبط باي مستوى ومش هيحصل خالص ان احنا ننتهك اصول الممارسة المهنية المنضبطة لكن الصعب اللي فيه ناس كتيرة ما تقدرش تقديه المناقشة المنطقية اللي احنا بنحاس فيها دايما وابدا للمتلق احنا بنقول منطق بنقول معلومات بنقول حقائق وبندعولي تفكير معانا والناس يفكر ما يخدناش كده